أمنيا أفاد مصدر أمني بإصابة ضابط كبير في الشرطة واستشهاد ثلاثة منتسبين في العملية التي تدور روحاها في منطقة خنبني سعد بمحافظة ديالا وقال المصدر إن ضابطا برتبة عميد بالشرطة وهو مسؤول الزوارق أصيبة فيما قضى ثلاثة منتسبين من الجيش والشرطة خلال العملية وأضاف أن وفدا أمنيا رفيعا يضم قائد القوات البرية ومعاون رئيس أركان الجيش الجميل الشمري وضبط آخرين إلى ديالا بعد التطور الأخير تابع المصدر أن منتسبين من الشرطة أيضا أصيبوا بالعملية وما تزال الاشتباكات مع الإرهابيين مستمرة على ضفاف نهر ديالا ومنذ صباح اليوم تخوض القوات الأمنية العراقية اشتباكات موسلحة مع عناصر من تنظيم داعش في منطقة خنبني سعد جنوب غربي محافظة ديالا ترجمة نانسي قنقر